رب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الإخوة الكرام الله فعال لما يريد من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد فلا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن ما شئته وليس في الكون شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا ما حيد عن القدر المقدور خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته إنه الفعال لما يريد قال القرطبي أي لا يمتنع عليه شيء يريده وهذا من حق الله عز وجل فلما كان الله جل جلاله هو خالق هذا الكون ورازقه والقائم على أموره والمتصرف فيه حسب ما شاء وجب وصفه بأنه الفعال لما يريد فكل ما في الكون خاضع لإرادته ومشيئته وحده لا شرك له ولا يستطيع مخلوق كيفما كان حاله أن يخالف إرادته فهو سبحانه يفعل ما يريده وليس ما يريده غيره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنه الفعال لما يريد فالله سبحانه وتعالى يوصف في القرآن الكريم بأنه الفعال لما يريد في قوله إن ربك فعال لما يريد وقوله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو الأرش المجيد فعال لما يريد ويؤكد القرآن الكريم أن الله جل وعلا يفعل ما يريد قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وأمنوا الصالحات جنات تجريم تحتها لنهار إن الله يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فعله فيمضي في الخلق وفي من شاء منهم فعله وقضاؤه فكل أمر يريده سبحانه يفعله بلا ممانع ولا معارض وليس له ظهير ولا معين على أي أمر يكون بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون فمتى أراد فمتى أراد فمتى أراد الله تعالى شيئا وجد بلا تعب ولا جهد ولا كلفة ولا عناء ولا عناء قال قال عز وجل إنما أمرنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمه فهو موصوف بكل كمال وموصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فأله ويفعله فعندما نفهم أيها الإخوة الكرام هذا المعنى حقيقة لن يصيبنا والله اكتئاب ولا تدمر ولا تضجر ولا اعتراض على ما قدره الله بل نقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ونقول قدر الله وما شاء فعل فهذا الوباء الذي نزل بالأمة نزل بقدرته وعلمه وسيرفعه الله أز وجل برحمته متى شاء وكيف شاء إنه الفعال لما يريد أيها الإخوة الكرام هذا عبد رزقه الله ذرية وهذا عقيم فلا يتعجب أحدنا من ذلك فالله فعال لما يريد وهذا غني وهذا فقير فلا نستغرب إنه الله الفعال لما يريد واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لماذا؟ لأنه الله الفعال لما يريد وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لماذا؟ لأنه الله الفعال لما يريد أليس هو القائل في قرآنه هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أيها الأحباب الإيمان الحقيقي أن نعلم أن الله تعالى فعال لما يريد متصرف في خلقه لا معقب لحكمه وحتى إذا وقع لك أيها الأخ الكريم شيء تكرهه فاعلم أنه ليس لك من الأمر شيء هذا أبو بكر رضي الله أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب؟ قال نعم قالوا ما فماذا قال لك؟ قال قال إني فعال لما أريد الله أكبر نفوس مطمئنة راضية مرضية رضي الله عنهم وردوا عنه هذه إرادة الله عز وجل فأنت تريد وأنا أريد والآخر يريد والله يفعل ما يريد فارضى أيها الأخ الكريم بقضاء الله واستسلم لقدرته فلا رد لقدائه أن يرفع الغمة عن الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين